تبارك الله ومشاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتبارك الله عليكم والإخوان تحياتي لكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم ديالكم والمتواصل بارك الله في الجميع وكذلك ومثال كنبغي نشكر للإخوان اللي كيتواصلوا معي على حسب التعليق ديالهم كثيرا بثماية هذي الأيامات هذي على حسب الضريبة كيقول لي يا أخو يا أبو علي خاصك تخلص الضريبة يلطيح شي مشكل الحمد لله احنا كان حافظوا الحق ديالله وربك يحفظنا أنا غادي نشرح لكم الضريبة أشنا هي كتعني عندهم هنا يا فأوروبا الضريبة أوروبيين من خداوا الفكرة ديال الضريبة خداوها من المسلمين خداوها من المسلمين ديال جداد 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 جدادنا الأولين من الصيرة النبوية من تم من خداوا الضريبة هذيك الفلوس ديال الضريبة ره هي العشور هي العشور اللي عند الأوروبيين وهذوك العشور اللي كيتشدوا لكل واحد كيخدم كيشدوا له واحد شي حاجة في المياه كتتحط في المال ديال كتتحط في الصندوق ديال الدولة وكتتفرق على المساكين علش أوروبا ما فيهاش المساكين ما فيهاش دروش ما فيهاش الناس كتموت بالجوع لأن هذيك الضريبة اللي كيفرضوا على الناس اللي هما خدامين وعلى الناس اللي هما عندهم الشركات وعلى الناس اللي عندهم هما قنوات في اليوتيوب وكيربحوا الفلوس ضخمة منهم هدل عبد الضعيف ضروري خاصك تخلص الحق ديال الضاريبة هدك الحق ديال الضاريبة أشنه هو هدوك هما العشور اللي كتخلص انت على هدك الخدمة على هدك الفلوس اللي كتدخل في العام احنا كنخلصوا الحق ديالهم وكنخلصوا الحق ديالنا احنا يا كمسلمين مع بعضياتنا اما الحق ديالهم هدك مرغمه عليك الدولة مرغمه عليك الدولة تخلصوا بز منك بلا ما يكزه لك تخلصوا ولا ما تخلصوا وش غدينيهزوه لك من البانكا بلا ما يكزه لك حتى تجي واحد نهار قطلقا ومهازين واحد تلتلاف ولا ربعة لف ولا خمسالاف ورور ولا ستلاف ولا سبعة لف داكش اللي كيتسالوك غدينيديه لك لله يعمل مدوزه لي عشرة سنوات ولا خمسات سنوات غد يديه لك دار الضريبة هي أهداية ديال لغبيرنو ديال اسبانيا ولأهداية ديال لغبيرنو ديال نابره ولأكوالكير بروبنسيا تينيون غبيرنو بربيليغيادو وهدك الغبيرنو كتسمى عليه الغبيرنو احنا عندنا هنا يا أهداية لغبيرنو ديال نابره هماللي كييدو لكيال الداريبة باش نسرح لكم وتفاهمو مزيان هدو كوالعشر ديال الأوروبيين اللي كيخلصوهم الصندوق ديال الدولة وهذاك الصندوق ديال الدولة هما باش كيخلصوا دوك الناس اللي ما خدامينش ودوك الناس اللي هما معواقين دوك الناس اللي هما محتاجين دوك الناس اللي هما ما عندهمش مياكلو هما اللي كيتخلصوا من هذاك الصندوق ديال الدولة ديال الضريبة هدوك هما العشور ديال الأوروبيين كيجمعوا في هذاك الصندوق بصح هما ما كيخونوش لأن القانون لا يأحملوا المغافلين هذاك الفلوس اللي كتجمع ثمايا كتتفرق على الناس كل واحد عنده الخلصة ديله في الشهر ماشي كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كل واحد عنده واحد الخلصة معينة في الشهر باش كيعيش ووليد الدوله. ليه ما خدامش ولا ليه ما عوق ولا ليه ليه ما لقاش الخدمة كيمشي هذك لاجونس اللي ثم يا كيتقيدوا فيها العمال وكيبقى ويعطيه واحد الخلصة دياله في الشهر هذك هي الضريبة اللي كيخلصوا هنا يا الاوروبيين. اما في البلاد ديالنا احنا يا ولا في البلدان ديال الدول العربية ما كنسميهاش ضريبة كنسميهو العشور. هي مسمينها الضريبة بالصعير كيضربونا في الريالات. ماشي كي يجمعوها باش يعطيوها الناس الدلوش كيضربوها عير بيناثهم. اما هنا لا هنا القانون كي يحتم عليهم الفلوس خاصة تفرق على امواليها وكل واحد كيشد الناصيب دياله في الشهر باش يعيش. اه في الدول الاسلامية احنا خاصنا نكونوا اولى بهاد الشي هذا. احنا خاصنا نكونوا احنا هم اللولين بعضا اولى من الاوروبيين. اولى منهم. بالصح الله احنا ما كنخافوش من ربي. احنا كنخافو عير من الدولة. مني كتجيل اوروبا وكتولي تطبق عليك الدولة القوانين كتخلص بلا ما يقزه لك. بلا ما يقزه لك. كنخطر على الناس اللي ما كيخلصوش الضريبة. اما انا الحمد لله كنخلص الضريبة. لا في الخدمة ديالي مني كنتخدام كانوا كي الدولية. بعد السنين كي يعطيوني. وبعد السنين الى ربحت كثار كي الدولية. دابا كنخلص الضريبة ديالي ديال اللي بهايهم الحمد لله احتهي يا كل سنة. ما زال ما وصلتش عندي الضريبة. حانتنا يا الله بادي في المشروع دابا عندي فيه. الحمد لله. شهر ثلاثة غادي نبدأ نخلص الضريبة. الله اعلم شحال غادي يعطيوني باش نخلص. بالصح من هنا يا شهر ثلاثة غادي نعرف شحال غادي نخلص. لان غا يخرج لي المحاسب ديالي شحال غادي نخلص. والله هما خاصهم يردوا لي. انتمنا من الله وما يردوا لي لانه. انا خسرت الفلوس هنا يا بزاف في الغلم الحمد لله. وما مسلف من عندهم حتى حتى قرش. هذا هو الامال من الحياة. وهذا هو الميصاج اللي واصل ومفهوم بالنسبة للناس اللي هما كيفهموا في الدين. الاخوان. الضريبة هي العشور. ولكن احنا في البلاد في الدول الاسلامية ما كي حاسب ما كتحاسبناش الدولة. بالصح. ديروا في بالكم بلارة غادي حاسبكم ربي. ديروا في بالكم بلارة غادي نتحاسبوا عد رب العالمين غادي حاسب كل واحد ما اعطاش الحق ديال الدرويش. لان كن كنا كان اعطيو كلنا جميعا كنا نعطيو الحق ديال الدرويش ما تلقاش الفقراء. غادي تلقى كل شي عيش باخير وعالاخير. كين كتلقى واحد عنده راس مال ولم لاير. وما كي خر السانطيم. الصحي لا نطله الدولة كيعطيها الفلوس. الدولة فين كتدي الفلوس? كتدربها الجيبة. بالصح هنا يا الدولة كتتحاسبك عير بالانترنيث. كتتحاسب معك عير بالبرايوات. صيف اطلقوا واحد البرايوات الدار مقرم لا مقادة. خلصتي. طبارك الله ما خلصتيش كيدوزوا لك الكوينتا ديال البانكة كي هزو ريالات الروس هما كيلي كي حاسبهم لان الدولة هي الدولة. هما هنا يا هادشي الناس ما فاهمينوش وخاصهم يفهموه ضروري. كينبعد الناس اللي غافلين على هادشي. كيسمعوا الضاريبك يصحب لهم رات ضاريبه رات الدولة غادي يدي لك فلوسك. هديك ماشي فلوسك. فلوسك انت رهباينة اللي كتربح في السانة. الى ربحتي كتر منها خاصة كتحطها في الصندوق ديال الدولة لان هادك الفلوس كتتفرق على الناس اللي مخدامينش منهم انا. خدمت. ثلاثة سنوات وريحت عام. كان اخده فرزقي. الحمد لله. حنت كان خلصت ضاريبة. منهم واحد خر. منهم اسباني. منهم الاخر منهم الاخر. اللي عايشين في اوروبا. كلهم عندهم واحد الخلصة ديال هم مضمونة. وهديك الخلصة كلها كتجي من دار الضاريبة. من صندوق ديال الدولة. من صندوق ديال العشور. خداوها من المسلمين. ماشي صيبوها الرسم هما يا. هدي رأي فكرة. خداوها هما من المسلمين وطبقوها. اما احنا كانت كانت متبقى في العهد ديال الانبياء وديال عمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم. كانت متبقى كان متبقها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد تبقها عمر ابن الخطاب. متبقى وكيعطيوا للناس الحق ديالهم. كيعطيوا للناس الحق ديالهم. وهنايا كيعطيوا للناس الحق ديالهم. وهديك الضاريبة خاص كل واحد يخلصها. أنا ما كنتهربش منها أنا عير كنهضر لكم لأن الحمد لله أنا كنخلصها بغيت عير نفهم الناس اللي را هم ما فاهمينش أكتر يديا التعاريك يجيوني ثمايا خاصك تخلص الضاريبة لأنه في رأس العام را غاضين يتحاسبوا معاك يتحاسبوا لما يتحاسبوا وسترزعهم كيديهم لما يتحاسبوا معايا صيف طولي يا شبرا را قد نعطيه ريالاتهم إلا بقيت كنسالهم أنا خاصهم يردوا لي ريالاتي الحمد لله عام واحد اللي رديت ليهم أما السيني الأخرى كاملة كلها هما كيردوا لي ما بين 450 أورو 500 أورو كيردوها لي في العام هذيك فلوسي دايزة عندهم هما كيردوها لي بلا ما كان قوليهم أنا حتى حاجة كتفعلها الأولى مراتين كتفعلها بالرجوع ولا بالدفوع هذيك ساعة كنتي خاصك كتدفع غد يدفع كنتي خاصك غيرجعوا لك كيبقوا كل عام كيرجعوا لك أوتوماتيكا منتي بلا ما تقول لهم حتى حاجة كانوا غير يدفعوا لك كي يدفعوا لك أوتوماتيكا منتي بلا ما يقولوا لك تحاجة حتى كتنوض بعض المرات كتفتح الكوين تتقلبتا كتلقاهم كبير نونين برا ثين دا تق 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 دا ولك قدة وقدة هذا هو الميساج اللي بغيت نوصل لكم علي إخوان و كنقول للناس احنا الحمد لله الدولة دي المسلمين كاملين ما كتفرج عليهم الدولة يحطوا العشور بالزمنهم ولكن ربي فارضوا عليك قبل الدولة خاصة تحطوا للناس اللي يستاهلوه ما قلناش اللي كتدي يحطوا في صندوق ديال الدولة حطوا للناس اللي هما جيرانك صحابك خوتك ولاد عمامك اللي هما مكرد عليهم أعطيهم الرزاق ديالهم لأن هذا كالرزاق ديالرب العالمين وتحياتي لكم والإخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته